ما إن انتشرت بين نشطاء في العراق مشاهد الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس حتى تكشفت معلومات استخبارية تؤكد نية عناصر خارج عن القانون استهداف السفرة الأمريكية بنفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس من يوم الثالث من كانون الأول ومع بداية عام جديد وضحت فيه صورة بغداد التي تضم أبرز معلم ثقافي يحمل اسم المتنبي أهم شعراء العرب والعالم كانت ردود الفعل المحلية والعربية والعالمية الأكثر إيجابية بعد أن رسمت بغداد صورتها الأجمل كما تاريخها العريق تعود تلك الصورة وسط مطلب شعبي واسع يركز على ضرورة إيقاف شلال الدم والهجمات الصاروخية أو الخارج عن القانون والتي استهدفت بغداد وما كان ضحايا إلا المواطنون الأبرياء الحكومة وقيادة القوات المسلحة يشددان على ضرورة احترام سيادة القانون لكن تكرار التهديد الأمني وإن لم يتحقق على الأرض إلى أنه يعتبر الأشد خطرا مع دخول البلاد في معتارك عملية سياسية جديدة من رحم انتخابات مبكرة كان مطلب الشعب الأساسي فيها إنهاء زمن الإنفلات وسلاحه ورموزه في العراق أما المعادلة التي تقرأها واشنطن فهي المواجهة الشرسة مع إيران عبر وكلايا في البلاد بحجة الانتقام من أمريكا باتت غير مقنعة سيما بعد مغادرة القوات القتالية الأجنبية